اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحترم أي حاجة حيث نحن مغاربة ولكن هذا واجب احتياطي من قبل يعني مجدر هذا القرار كنشي قاش مشي القهوة وكاش مشي المسجين نمشي كل شيء كل شيء مع هذا القرار مع هذا القرار هذا واجب على أي مواطن مغربي يحترم هذا النداء هذا نداء وطني يحترمه أولا دفع المطرة أولا مجدر مصلحة وفم والإنسان لا بغي صلي في الموالي غادي صلي القارة لاتخداش الحكومة قرار صائب مئة في المئة يغلق المقاهيته هو صائب خاصة نغلقوا كل شيء قال أماك العمومية كل شيء خصويت تغلق تدابة خصويت تغلق دابة دابة كانت رمعك وماركة وشفاشي حاجة كل شيء خصويت تغلق كل خصويت تغلق كورونا بوحدة كالدور أنا مع إغلق المساجد أولا قد قولي يا أنا ماشي مسلم لا أنا مسلم ولكن شكو حسن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إذا المدينة كان فيها طعون لا تدخل لها ولا تخرج منها إذن أنا مع إغلق المساجد نعم مع القرار وفرحان به لأن راح للضرورة تبيح المحضورة المساجد تكون عامرة ما فيهاش قضية ديال لا ديستانس بين واحد وواحد ما فيهاش سميتو هو من أحسن تنظن لنا من أحسن تغلق المساجد باش ننضمن بعض على الأقل واحد سميتو السلامة الإنسان وذاك شيء قبل كل شيء سلامة كتسبق كل شيء وفي الأحاديث النبوية أحسن لأن الإنسان يحفظ على صحتك وعلى صحة الآخر قبل الصحة ديالك إذا كان الإنسان واعي وتيفهمه هذا أحسن لأن الإنسان يقدر ينقل ذلك الشيء الأولاد والآخر هو يحس بأن اللي عليا عليك ومن الأحسن بنادم يصبق السلامة الآخر قبل السلامة دياله إذا كان هو ما محتاج السلامة دياله يصبق السلامة وصندن الإنسان يلاقل في الأحاديث النبوية باش من يقولوا شيء حاجة مكينة أحسن لك في أحاديث النبوية وقلبت في بسميته وغادي تلقى بأن لا ترمو بأنفسكم إلى التهلوكة وكين بزاب ديال الأحاديث تنبي صلى الله عليه وسلم في واحد وقتها كان المطار ودك شيء وقال لهم صليوا في بيوتكم موسيقى 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 موسيقى